منها السرعة في أداء الأركان هذه وخوصاً في السنن ما شاء الله ينقر نغرة ديك فعلاً وكترى مو واحدة لاثنين هذه العم الأكثر وجدناهم يريد أن يتخلص من صلاتي بسرعة وينقر نغرة ديك لكل ركن له حظة أعطي حظة في السجود و في الركوع أنا أسرده سريعاً حتى آتي على موضوع له علاقة طبعاً ترك الأركان أعطي أخلهم وصة طارت أحد الأمة إمام مسجد نسى سجدة ثانية ما سجد سجدة ثانية وقام والسلامة الله وبركاته سبحان الله سبحان الله ما أرد عليهم استمر يوم أراد أن يختم الصلاة بالسلام سجدة سجدتين السهو كنت جماعة هذا ما يجوز سجدة ثانية كم ركن يفوت ركنين الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية فأسقط ركنين سقط ركنان من صلاته عدل فعلي الآن أن يأتي بالركن ترى كثير من الناس ما يعرف إذا أخطأ كيف صحح الخطأ يظن سجدتين السهو خلاص كأن كل شيء سهو شيء ستنسو ما يفرض ما بين الأركان ما بين الواجبات ما بين السنن في أحد المساجد قلت يا جماعة ترى اليوم الأمر سهل جدا أنت قاعد أبعطك سيارتك قاعد دور بسيارتك في أماكن كثيرة حق اليوتيوب شيخ بن عثيمين أي شيخ من مشايخنا الكرام الأفاضل الذي شرحه الصلاة وأركانها واسمع اسمع بسيارتك ما نقول أقعد فصل وادرس وكذا ساعات طويلة تروح عليك أنت ستقدم هذه الصلاة هذه رأس مالنا الصلاة هي رأس المال فهذه مشكلة